اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإخلاص والولاء لجلالتكم أيدكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية وطول العمر يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي وافر الشكر وعظيم الامتنان بصدور المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة هذا التشريف الذي نراه تكليفا بليغا لمواصلة حمل أمانة المسئولية وفق رؤاكم ونهجكم الحكيم خدمة لوطننا الغالي وكافة أبنائه إنني صاحب الجلال أعتز وأفخر بثقتكم التي أوليتموني إياها وأعاهد جلالتكم أيدكم الله أن نستمر في العطاء والبذل ترجمة لرؤاكم حفظكم الله ورعاكم بروح الفريق الواحد وبالجهود المخلصة لتعزيز مساعي التطوير بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي نستظل بمرتكزاتها في أداء واجبنا الوطني كل يوم وإنني لأجدد العهد بأن أكون على قدر ثقتكم في تلبية ما كلفتموني به جلالتكم من متطلبات المسئولية الوطنية بالعزم والإرادة والإخلاص والعطاء وأن أواصل العمل تحت قيادتكم واضعا المواطن البحريني دوما هدفا وغاية للتنمية وفق ثوابت ميثاق العمل الوطني وأسس الدستور والتي انبثقت منها مبادئ وتوجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 سيدي صاحب الجلالة حفظكم الله ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من العمل الوطني نؤكد لكم الحرص على مواصلة تعزيز أوجه إتقان تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات مع كافة أعضاء فريق البحرين ليكون بناء الوطن هدفا مشتركا متسقا في مساراته وأبناء الوطن في طليعة أولوياته وفق نهج جلالتكم الذي نضعه نصب الأعين في كل ما يتم إنجازه لنستنير بقيادتكم ونستلهم بخطاكم ونسترشد بحنكتكم لتكون البحرين أملا وأولا حاضرا وأمدا كما أردتموها دائما للجميع نسأل الله المولى العلي القدير أن يحفظكم عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة أبنائه إنه سميع مجيب الدعاء ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر